مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب بعد انتظار أكثر من 1400 سنة أخيراً ظهر من قدم لنا الدليل القاطع على عدم صلب المسيح في حلقة بعنوان نصراني سابق يكشف بالدليل عدم صلب المسيح قدم هذا النصراني السابق مع بعض الإخوة الدعاة الدليل القاطع والمانع الذي أثبتوا من خلاله أن المسيح لم يصلب وأن الرواية القرآنية أن المسيح لم يصلب هي الرواية الصحيحة التي تتماشى مع العقل وتتماشى مع المنطق وتتماشى مع الدليل التاريخي وتتماشى مع البراهين والأدلة المقنعة الحلقة النهاردة بتاعتنا هي بعنوان أخيراً ظهر الدليل القاطع على عدم صلب المسيح أخيراً بعد انتظار 1400 سنة فهنناقش النهاردة هذا الدليل وهنحلله وهنشوف أيهما أصدق الرواية القرآنية أن المسيح لم يصلب أم الرواية الكتابية أن المسيح قد صلب هذا الدليل قدمه لنا هؤلاء الأربعة الذي إذا حبيت أني أوصفهم بوصف أقول أنهم مغيبون مغيبون فعلاً مغيبون واللي لابس بدلة فوق دواً سودة هذا هو النصراني السابق اللي هو علامة في اللهوت وعلامة في الكتاب المقدس ومن خلال بحثه ودرسته العميقة جداً عن موضوع صلب قدم الدليل القاطع على أن المسيح لم يصلب النهاردة حلقة فكاهية بكل الطرق أنا لما اتفرجت على الفيديو ده أكتر من مرة لم أتمالك نفسي من الضحك بصوت عالي وإحنا الأسابيع اللي فاتت كانت الحلقات بتاعتنا كلها سيريس وجادة واتنايشنا في موضوعات مهمة كثيرة جداً لكن النهاردة حلقة دمها خفيف وشوية هنقدر أن احنا نرد على هؤلاء المدعين المغيبون بأن المسيح لم يصلب أول حاجة مقدم البرنامج بيسأل هذا النصراني السابق وبيقوله أنت درست الموضوع من كل الجوانب فقل لنا حاجة فأنا سمع حضراتكم الفيديو ونعلق عليه أخبرتني أنك درست مسألة الصلب هذه جيداً فهو أخبره أنه درس موضوع الصلب جيداً دي نقطة مهمة جداً وإحنا بنتابع هذا الفيديو يعني إحنا بنتكلم دلوقتي وبنسمع شخص دارس جيد لموضوع الصلب أخبرتني أنك يعني درست مسألة الصلب هذه جيداً وبحثت فيها فما هي النتيجة التي خرجت منها في عملية الصلب يعني هل اكتشفت أن حادثة الصلب المزعومة أنها لم تقع للمسيح عليه السلام بالأدلة من داخل الأنجيل أم بأدلة تاريخية أخرى أم بالاثنين طيب جميل يعني هو ده على رأي المتكلم أنه أخبروا أنه درست موضوع الصلب جيداً جداً وعنده أدلة داخلية وعنده أدلة خارجية عنده أدلة من الكتاب المؤدس داخلية وعنده أدلة خارجية على عدم صلب المسيح يعني إحنا الأدلة بتاعتنا المعتمدة على المصادر الأساسية الأنجيل والعهد الجديد ونبوات العهد الأديم والمصادر الخارجية كشهادات اليهود وشهادات أيضاً الرومان دي كلها نرميها على جنب كويس وهنسمع للعلامة جحبز زمانه هنسمع بيقول لنا إيه عن موضوع الصلب وإزاي أن المسيح لم يسلب نسمع الإجابة بتاعته كويس نسمع الإجابة بتاعته هو طبعاً القرآن الكريم كتاب يحترم العقل أيوة ويحث العباد على استخدام هذه الموهبة الكبيرة التي وهبها رب العالمين للعباد وهي نعمة العقل الذي ميز بها عبادي عن سائر مخلوخة فكانوا الأصدقاء النصارى بينزعجوا كثيراً من الآية الكريمة اللي بتقول وما صلبوه وما قتلوه ولكن شو بيحل يعني إذا كان المتكلم مش عارف إيه يبقى المستمع إيه يعني أنتوا عارفين المثل بتقول إن الإسلام يحترم العقل والقرآن يحترم العقل وأنا لن أناقشك في هذه النقطة ليه؟ لأن أنا عندي الدليل هتكلم لي بدليل وبتقول إنه إحنا كمسيحيين منزعجين جداً منزعجين الآية دي بتسبب لنا بتسبب لنا رعب لا قادرين ننام ولا قادرين نكون واثقين من صلب المسيح ولا قادرين نكون واثقين أن المسيح مات إحنا بصراحة مرعبين بقالنا يعني تمخد الأسد فطلعت منه غزات مش إنه يعني ولد فقراً أين العقل؟ أين العقل؟ أين العقل قدام آية واحدة نص واحد ويوم ما وجهت يعني اتكلمت في الموضوع ده دليل الدكتور منقص السقار قالك لأيه هو القرآن قال كده إحنا بنسعد ده كده أين العقل؟ أين المكان والزمان والأشخاص والأحداث والظروف اللي بتبرهن على إنه لم يصلت ده أنتو حتى شبها له مختلفين عليها ومش عارفين شبها لمين وكل واحد بيقلف رواية من دماغه أين العقل؟ وده بقاعد مقصوح كده ويقول لك أصل الإسلام يعني بيحترم عقل الإنسان ده أنت مغيب يا بابا أنت مغيب الإسلام لم يحترم عقلك ولم يحترم فكرك ولم يقدم لك دليلاً وحيداً على أن المسيح لم يصلت والدليل قالولو زي ما في مرة كلمت عن موضوعنا ما فيش دليل ويوم ما بتجيب دليل بتحاول تفسر الكتاب المؤدس على مزاجك أو نبوات العهد الأديم على مزاجك ده الدليل ده إحنا يعني ده إحنا لسه في بداية الفيديو هل قدم القرآن دليل تاريخي على أن المسيح لم يصلب؟ لا هل قدم القرآن تفاصيل على أن المسيح لم يصلب؟ كيف أنه لم يصلب؟ لا هل أجاب على موضوع الشبه؟ لا هل تكلم عن الزمان والمكان؟ لا هل تكلم عن شهود عيان؟ لا لا طيب نكمل استمتعنا هو طبعا ونروح لفيديو آخر فيديو الآخر ده بيكلمنا فيه بقى الأدلة ما إحنا عايزين نسمع الأدلة فخلينا نشوف إلا هيقوله لنا إيه عشان نثبت لك أنه هو تصلب وأنه هو قام وكل حاجة فضل لثبت ولي مش هو بعد ما قام من الصلب من القبر بعد ثلاثة أيام والحقيقة برضو هنا السؤال اللي أحضرني طب ليه قام بعد ثلاثة أيام؟ يا عمي جاوب الأول على السؤال يعني مين كان مستعجل؟ طيب يعني لما مات طب ليه ما قامش يوم يبعثون؟ طب ليه بعد ثلاثة أيام؟ طب ولو افترضنا أنه هو الله مين كان يدير الكون في خلال الثلاثة أيام دهول؟ تحضرني هنا عبارة مشهورة قوي من أشهر العبارات في في السيمة المصرية لما بيقوله يا بحر العلم ويا ترعة المفهومية أها مش أكمل بقية العبارة فعلا ده طلع بحر علم وترعة المفهومية يعني أولا قالك الدليل على إنه لم يصلب كويس؟ هو ليه قعد ثلاثة أيام في الأبر؟ يعني أنت أنت ما قدمش دليل أنت بتسأل سؤال أنت فين الدليل؟ فين الدليل؟ أين البرهان؟ أنا سمع لكم الفيديو ده تاني لأنه الفيديو ده عشان نثبت لك أنه هو تصلب وأنه هو قام وكل حاجة فضل إثبت إثبت قول لي مش هو بعد ما قام من القبر أيها بعد ثلاثة أيام والحقيقة برضو هنا السؤال اللي أحضرني طب ليه قام بعد ثلاثة أيام؟ يعني مين كان مستعجل؟ مين كان مستعجل؟ طيب يعني لما مات طيب ما كان ليه ما قامش يوم يبعثون؟ طيب ليه بعد ثلاثة أيام؟ طيب ولو افترضنا أنه هو الله مين كان يدير الكون في خلال الثلاثة أيام دهول؟ أهو ده اللي جايبينه يقدم الدليل القاطع على عدم صلب المسيح نصراني سابق نصراني سابق لا يفقه شيء في المسيحية خالص معلوماته بطاطا بيس؟ ضحلة يمكن معدومة لا يفقه شيء حتى عن المنطق وعن الحوار وعن أنه قادر على تقديم دليل ما عندهوش؟ بيس؟ قاعد كمفكر أعمل نفسه كمفكر بقى يعني بيفكر الرجل ودماغه شغالة وكل ده أنا معرفش شخصه أنا مش بقى أنا يعني لا أقلل منه أنا بتكلم عن الموضوع اللي بتكلم فيه أنه لا يفقه شيء في الموضوع اللي بتكلم فيه لماذا ظل المسيح ثلاث يام في القبر؟ أنت يعني اشت الكنيسة كلها من غير ما تعرف لماذا ظل المسيح ثلاث يام كرب؟ ومن الذي كان يدير الكون؟ ده أسئلة أطفال زغرين حتى مفهوم التجسد مش موجود عندك ما تعرفوش وبينادي بنفس الأفكار الإسلامية أنه مدام المسيح مات الله مات ما عرفش هلأ يعني أجاوبه ولا ولا الواحد يخليه على جهله المسيح تكلم يمكن سبع مرات عن أنه ابن الإنسان هيسلم ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم في اليوم الثالث يقوم يعني قيامة المسيح من بين الأموات في اليوم الثالث هي تحقيق لكلام المسيح حول النبوات المسيح ولكي ما يثبت لليهود أنه حقا مات مش أغمى عليه ولكي لا يرى جسده فسادا قام في اليوم الثالث صلب يوم الفصح وقام في أول الإسبوع خليقة جديدة اللي يعلن خليقة جديدة وبداية جديدة وعهد جديد للأسف هم يعرفش أي حاجة من دي جايبين علامة مسيح سابق هيقدم الدليل والبرعان على أن المسيح لم يصلب يريتك كنت قعدت صامت أو قايت لما الواحد بتكلم بيبين اللي كواه من جهل طيب شوفوا بقى هيكمل بقى احنا لسه احنا في بداية الفيديو احنا لسه في البداية فما تستعجلوش يعني طيب نيجي إلى فيديو آخر طيب هو آم من الأموات أيوا واحد أربعين يوم أيوا يعمل معجزات مع تلاميذه وكانوا تلاميذه بيشوفوه طيب مش حضرتك بتقولوا أنه اليهود والرومان صلبوه علشان خاطر ادعى أنه هو المسيح المنتظر أيوا آه صح حلم فيصلبوه هو ويسيبوا 11 تلميذ يسعوا في الأرض كده فسادا ويحققوا نفس النبوة اللي هم ما صلبوه علشانها طيب ما خدوهمش معاه بالمرة ليه عارفين الواحد بتفرج على الحاجات دي بتحك أكتر ما بتفرج على مثلا عدل الإمام أو إسماعيل ياسين أو يعني الدليل على أن المسيح لم يصلب طيب هم صلبوه ليه هو ليه ما خدوش التلميذ معاه ده ده واحد بيناقش بجد أنا أنا هوريكو بعد كده ردد فعل المقدم المزيع ده اللي جابه استضافه لأنه دمر له الحلقة دمرها له يعني أعتقد بعد بعد الحلقة كان بيقول في باله ياريتني ما كنت استضافته بيس ما عرفش أن المسيح كان هو الهدف ما عرفش أنه المسيح هو الموضوع الأساسي وليس التلميذ وما عرفش أنه المسيح قال لهم سيبوا هؤلاء اتركوا هؤلاء أنا هو هو التارجت تلميذ بدونه لا يساوون شيء كويس لكن هو التارجت وما خدوا المسيح لأنه لا أكتر من سبب أول سبب لأنه ما قاله يسموه عن نفسه مش هو تلميذ اللي قاله هو اللي قاله عن نفسه قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن أبي أعمل حتى الآن وأنا أعمل أنه هتيجي وقت ويسمع فيه جميع للذين في الكبور صوت ابن الإنسان كل ما أعلنوا عن نفسه كان بالنسبة ليهود صدمة أنه جعل نفسه جعل نفسه معادلاً لله معادلاً لله صدمة كبيرة وعشان كمان ما عملوا يسوع أعمال يسوع كانت بالنسبة لليهود متعبة جداً الجمعة كانت بتلتف حواليه تهديده للنظام الديني القائم تهديده للمؤسسة الدينية تهديده لإسلوب الحياة محباً للناس كلها كان بيقعد وياكل مع العشرين والخطاء أسباب كثيرة لكن لأنه هو ده الترجد مش التلميذ وبعدين التلميذ من غير يسوع المقام ما كانوش يقدروا يعملوا حاجة التلميذ بعد الصلب هربوا اللي رجعهم تاني وملأهم بالقوة وعطاهم أن يكرزوا باسمه يسوع المقام وحلول الروح القدس عليهم كل ده ما يعرفوش وعطاهم تقول عن التلميذ يسوع أنهم كانوا يعني ينشرون في الأرض فساداً أنت متخلف أنت ما قريتش عنهم حاجة ما قريتش عن حياتهم هم دول اللي كانوا بينشروا في الأرض فساداً أم الرسول الإسلام كان بيعمل إيه طيب أخد مداخلة ونرجع نكمل الفقرات الفكهية بتاعت حلقتنا النهار ده أهلو أهلين أخت فريال كيفك أهلا بك أخ أشرف سلام ونعمة المسيح سلام ونعمة المسيح قام المسيح قام حقاً قام آمين وأخمنا معه آمين آمين يعني اليوم إحنا ما يكفي علامة واحد هالمرة طلعونا أربع علامات فالرب يرحمه وينور الأقول والقلوب آمين آمين يعني أنا بس أريد أريد علي أنه هذا الفيلسوف هو فعلاً قرآنك يحترم العقل والدليل على هذا على احترام العقلك مع احترام لشخصك أنه أنك تتبع إله ماكر ومظل ويأمر بالفسق آمين والنقطة الثانية أنه تؤمن بإله محدود آمين هل الله هو محدود آمين أم هو في السماء وفي الأرض وفي كل مكان يعني المسيح له كل المجد الممات هذه الإفتوانة اللي تعيدوه منه كان يحكم في السماء يحكم العالم ما تفكروني شوية الله ليش مثلك بشر لما تروح على فرنسا يقولون فلان علامة ذهب الفرنسا هو ما موجود في مصر الرب يفتح أقولكم آمين والنقطة الثالثة اللي يحترم عقلك القرآن تروح للحيش كل سنة وترمي الشيطان بالحجر ألف وتتميس سنة أكثر من هذا وإسا الشيطان سكر أقولكم وقلوبكم آمين هو الشيطان إنسان لو إنسان كان مات من الزمان بالحجر اللي يترمونه الإنسان روح افهموه افهموه ثم نتي على عملية الصلب القرآن ما عنده أي دليل وأي شهود وأي تفاصيل وأي أدلة على عدم صلب المسيح له كل المجل ثم محمد لم يكن من الشهود هو عاش محمد في شبه الجزيرة العربية مكان بعيد عن الأراضي المقدسة زمنيا وجغرافيا يطلع لي بعد 1700 سنة يقل المسيح من صلب ثم مثل ما قال الأخي الفاضل القس أشرف الرب يباركه انتم لي هسا ما اتفقتين منه هو الشبيه أنا أسألك السؤال وجاوبني يا أبو القريف منه الشبيه ومتى ألقى الله ألقى الشبيه ألقى الشبيه قبل أو بعض الصلب أين حصلت عملية تشبه إلقاء الشبيه لماذا حصلت وهي توجد شهود ووثائق على تثبت عملية الإلقاء الشبيه يا ريت لو تطلع الجاوب يا أبو القريف بدل ما تتفسر وتفسر الكتاب المقدس على كيفك حقيقة نصلي من أجلك فعلا نشفق عليكم والرب يرحمكم وينور عقلكم وقلوبكم شكرا كل عام أنت بخير ربي باركك ربي باركك فنكمل مع بعض رحلة اكتشفنا للدليل اللي ظهر بعد 1400 سنة على عدم صلب المسيح فهنا لحد الوقت ما قدمش دليل لحد الوقت هو مش عارف يجب ومعندوش دليل كويس فنسمع طبعا طيب فلو كان هذا الافتراء على الإسلام أيوة علشان تثبتوا أيوة أن القرآن ليس بوحي أيوة هاتوا من عندكم أنتم ما يفيد بالدليل المبدي القاطع الدامغ على هذا الصلب وإحنا نصدقه يعني محطوط نصراني سابق يكشف بالدليل عدم صلب المسيح كويس وبعدين بعد شوية خرافات كده يقولهم إنهمش أي علاقة بالموضوع يقول طب هاتوا أنتم الدليل أنتم بتقولوا على إنهم الصلب هاتوا أنتم الدليل وإحنا نقتنع به طب لو قدمت لك الدليل هتقتنع به أدلة موجودة الأدلة موجودة لا يوجد حدث لا يوجد حدث له هذا الكم الهائل من الأدلة كحادث صلب وموت المسيح يعني يعني الأدلة اللي عندي ثلاثة أنواع من الأدلة عندي كتابات ووثائق رومانية ويهودية كلمت عنها في حلقات مطولة هيجي يكذب تاستوس ولا يكذب مثلا بليني داينجر ولا يكذب لوسيان كل هؤلاء المؤرخين الرومان اللي شاهدوا عن صلب المسيح وقالوا أن المؤمنين أو المسيحيين كانوا يعبدون مصلوبا كل دول مؤرخين الرومان يوسيفوس اللي تكلم عن صلب المسيح اليهودي دول مش مؤمنين دول مش مسيحيين ماذا عن العهد جديد كله ماذا عن رسائل بوليس ماذا عن الأنجيل الأربعة والتفاصيل اللي فيها أجيب لك إيه تاني ما هو لو الشمس بتطلع وإنت بتقول مش موجودة يبقى أنت أعمى بكل بساطة لو حاسس بحرارة الشمس وبتنكر وجودها يبقى أنت غير مبصر الأنجيل اللي وحدها فيها أكتر من 618 آية 618 آية مخصصة للحديث عن صلب المسيح أنا أنا معرفش دي نسبتها لنسبة آية واحدة بس أنه ما قتلوه وما صلبوه يعني واحد إلى 618 كلها كلمك عن المكان الزمان الأشخاص اليهود الرومان بأسماءهم بأفعالهم بأفكارهم الشعب المسيح تلاميذ المريمات الزمان إمتى الساعة كام بالساعة موجودة بالساعة الساعة سادسة الساعة السالسة الساعة السادسة الساعة التاسعة اتقبض عليه إمتى الأيام كانت إيه العيد كان إمتى كان هو موجود فين تلاميذ كان رد فعلهم إيه خدوه فين المحاكمة الأولى المحاكمة التانية والمحاكمة التالتة إلى آخر المحاكمة السادسة كل دي تفاصيل وتيجي تقول لي هاتوا أنتم دليلكم ده يعني اللي اختشوا ماتوا يعني أنت جاي تقول لي المسيح لم يامت وهتقدم الدليل اللي هيقنعنا كويس؟ إن المسيح لم يامت وعندين تقول لي أصلاً ما عنديش دليل هاتوا أنتم الدليل على إنه تسلام يعني أنت تضيع وقتك وضيع وقتنا طيب نكمل استمتعنا إحنا بنستمتع مع بعض زي ما قلت الحلقة النهاردة حلقة كوميدية يعني دمها كده خفيف لأن إحنا اللي بنشاهده بصراحة يعتبر أفضل فيلم كوميدي ممكن الواحد يتفرج عليه كويس؟ كمل مع يعني الخبير بحر المعرفة وترعة المفهومية هيقول لنا إيه؟ يعني ده جزء من كل نعم بارك الله فيك جزاك الله خيراً يعني أنت ما اعتمدت مثلاً على نصوص من كتابهم على عدم وقوع هذه الحادثة أم اكتفيت فقط يعني بالتفكير العقلي في المسألة؟ أنا زيب أقول لحضرتك يعني إذا كان التفكير العقل يعني فقط ينفي ومع ذلك فيك في كتابهم هما كثيراً من ما قاله سيدنا المسيح عليه السلام ينفي عن ذاته الألوهية يا عم الموضوع مش الألوهية الموضوع الحلقة أساساً صلب المسيح عنوان الحلقة صلب المسيح هو ما عندهوش بعدين يقول لك إيه؟ المحاور بيقول له طب يعني إنت عندك يعني أدلة يعني على عدم صلبه يعني أدلة من خارج الكتاب أدلة من داخل الكتاب بيس الفيديو ده لازم يتسمع تاني الفيديو ده لازم لازم يتسمع تاني أه يعني ده جزء إنت أقدمتش حاجة أساساً أنت أقدمتش حاجة عشان تقول جزء إنت ما أقدمتش حاجة عشان تقول جزء رضا الله فيك رضا الله خيراً يعني أنت ما اعتمدت مثلاً على نصوص هو ما اعتمدش على حاجة خالص من كتابهم على عدم وقوع هذه الحادثة هو ما اعتمدش على أي شيء فقط يعني بالتفكير العقلي في المسألة لا منطق ولا تفكير عقلي ولا دلالي وأنا زيب أقول لحضرتك يعني إذا كان التفكير العقلي فقط ينفي ومع ذلك فيك في كتابهم أيوة هم كثيراً من ما قاله سيدنا المسيح عليه السلام ينتصر ينفي عن ذاته الألغية أنا لو مزيع هأفل الحلقة أنا لو مزيع هترده برة لأنه بوزلي الحلقة وبوزلي موضوع الحلقة كويس لا قادر يتكلم ولا قادر يرد ولا قادر يقدم دليل ويقول لك جزء من الكل هو أنت أساساً قلت حاجة عشان يقلق جزء من الكل أنت ما قلتش حاجة أساساً يعني أنت هتقدم حاجات فيما بعد مقنعة وبعدين يقول له في كتبهم ما يدل وما ينفي عنه الألوهية بجد ما فيش أحسن من كده وما فيش حاجات بتثبت لنا إزاي المسلمين هيموتوا على وجود دليل هيموتوا على وجود دليل عايزين يعملوا البدع عشان يجدوا دليل لمجرد إنهم يقولوا إن الرواية الإسلامية صحية كما فيش هادي يعني فيلسوف زمان المسيح السابق قدم لكم إيه ولا حاجة دمر لكم الحلقة دمرها نحن لسه ده نحن لسه في حاجات تانية كتير طيب تماما ومع ذلك هم يصرون على تأويله اللي ما قالوش يعني على سبيل المثال آه آه قلنا بقى لما سيدنا المسيح يقول من أرسلني أعظم مني أيوة هل معنى كده إن هو أرسل نفسه يعني لما أنا أجي أزورك أخ زين في بيتك أجي أقول لك أنا جبتني لك زين يعني يعني الراجل الراجل مش قادر يضحك من كتر الفكاهة يعني مكسوف بصراحة من اللي بيسمع بيسمعه أين قال المسيح من أرسلني أعظم مني أنت بتألف أنت جيبها منين دي جيبها منين ده تأليف تأليف سدقوني تأليف هو فيه أبي أعظم مني لكن من أرسلني أعظم مني مش موجودة لما يقول المسيح أبي لأن أبي أعظم مني وشرحناها مرات ومرات أن المسيح هنا لا يلغي ألهيته نهائي المسيح يتكلم عن وضعه في التجسد بيقولي تلاميذ أنا هترككم فالتلاميذ زعله وحزنه قال لهم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون ليه لأن أبي أعظم مني يعني بفروض كنت تفرحوا لأن أنا راجع إلى طبيعتي قبل التجسد راجع إلى مجدي اللي تركته ومشروحة مرات ومرات شرحناها لكن من أرسلني أعظم مني مش موجودة بيألف قاعد بيألف لا بيذكر شاهد ولا بيذكر شاهد صح ولا عارف مكانه فين هو شوية حاجات سمعهم يمكن أو ما كانش حد شاهد زي رسول الإسلام كده شاهد ما شافش حاجة وعايش المهم طلعوه على القناة ودوله ميكروفون مسكوه في إيده تليفون لازم يتكلم لازم يتكلم يعني أولاً بيحرف الآية ومش عارف الآية الصح وبيألف في تفسيرها أنا أعمل زي زي غالبية المسلمين هم حفزوا كلمتين وهو اقتنع أنه المسيح لم يصلب وعلى فكرة أنك تترك البسيحية وتصير مسلم اللي اتنين ها يعني أنت قبل الإسلام لأنك قبل الإسلام غير مؤمن أنت ممكن تربيت في كنيسة بس أنت غير مؤمن بالمسيح كويس ما اختبرتش نعمة المسيح في حياتك فأنت اسمك مسيحي لكنك ليست لك صلة بالمسيح فأنت في كلا الحالتين هالك في حالتك كمسيحي غير مؤمن بالمسيح هالك وفي حالتك كمسلم اليوم أنت هالك الاتنين زي بعض عشو كده يعني زي ما قال الرسول يحنى أنه هم خرجوا منا لأنهم لم يكونوا منا ما فيش حد بيعرف المسيح الحقيقي ويتركه ما فيش حد المسيح غير حياته وبيترك المسيح ما فيش حد داء حلاوة يسوع المسيح ويترك المسيح ويسيبه ما فيش ده هو قال كده أنه أنه غرافي تسمع صوتي وأنا أدعوها ولن يحلك منها أحد ولسه قدامك فرصة أنك تعرف المسيح لأنك أنت في الاتنين ما كنتش تعرف المسيح المسيح كاسم ما تعرفش المسيح ومسلم أنت زودت الطينة بلا برضو ما تعرفش المسيح لكن ليك فرصة أنك تعرف المسيح ترجع لعلاقة صحيحة حية مع المسيح المخلص طيب نكمل بقى تفسيره هو لحد الوقت ما قالش حاجة عن الصليب نهائي ويس المزيع بيحاول ياخده للصليب بس هو مش عارف ما عندهش إجابات فدخل في موضوع لهوت المسيح بعيدا عن الصليب يعني ماشي خلينا نكمل بقى ايه افكاره الجميلة اللي بيقولها ماشي من ينكرني امام الناس ايوه انكره انا امام الاب ايوه الله الله اردت على نفسك اهو من ينكرني امام الناس انكره انا امام الاب يبقى فيه هو وفيه الاب ما هو فيه هو وفيه الاب كده طب ما هو لو كان هو الله ما كانش يقول كده بقى كان يقول لك من ينكرني امام الناس القي به في جهنة طب هل هو قال كده ما قال شي ما قال شي طب لأيوه لايوه مش عارف يجاوب فقاله نجيب واحد تاني معنا يساعدنا في الاجابة هنشوف فيما بعد من ينكرني قدام الناس من من ايضا قدام ابي الذي في السماوات مت عشرة وعدد 33 طيب عارف انه المسيح قال بنفس المعنى كلمات اخرى تعرف انه الرب يسوع قال ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات يقول له ليهو يوم الدينونة مش كل الال للمسيح يا رب يا رب هيدخل ملكوت السماوات تعرف انه الدينونة اعطيت للمسيح تعرف انه صوت المسيح هو الهيقوم الاموات تعرف هو لا عدم فهمك لمين هو الاب ومين هو الابن دي حاجة بتاعتك انت ده يعبر عن جهلك يعبر عن جهلك كويس لكن لا يقلل من لهوت المسيح ومن ينكرني قدام الناس وينكره انا قدام اب اللي دي في السماوات ده بيأكد لهوته وليس بين في لهوته عدم فهمك يعني ايه الاب ويعني ايه الابن ده موضوع تاني لكن مسيح كمان قال من له الابن له الحياة يعني الحياة بتسوي الابن تسوي المسيح طب واللي ملهوش المسيح سيمكس عليه غضب الله بكل بساطة هو ما عرفش الحاجات دي هو طالع فرفشة الهيول اللي في دماغه وطبعا اللي في دماغه ده بنسبة لنا احنا فكهة 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 طب نكمل مع بعض نكمل ونسمع ايوة سمعنا بقى طيب برك الله فيك استاذ زهر المسيح هنا بيقوله ايه طيب برك الله فيك بمعنى ايه يعني خلاص وقف كلام برك الله هو قال في ايه هو اساسا ما قالش حاجة ما قالش حاجة بصوا المسيح هيحاول يرجعوا مرة تانية للصليب هيحاول يرجعوا للصليب فنسمع ايه برك الله برك الله فيك استاذ زهر انا ام ام او نحنا كناة نويين نتكلم عنه احنا كنا نويين نتكلم عن موضوع الصليب كويس يعني نسمع العبارة دي تاني طيب برك الله فيك أستاذ زهر أنا يعني هو نحن كنا ناويين نتكلموا عن الصلب وكذا تكلمت عن أجزاء في الصلب حضرتك ولا حاجة صدق بعدين تكلمت في أجزاء عن ألوهية المسيح يعني تكلمت في أجزاء في ألوهية المسيح المزعومة أم تريد نتكلم في أمور في الصلب ما هو لو إحنا جئنا تكلمنا دلوقتي فيها في موضوع الحلقة هو موضوع الصلب أيوة طيب نعم لو افترضنا جدلا أيوة إن هذا الصلب بحسب اعتقده منه تم أيوة طيب دعا حضرتك تقول لي ليه تم ما احنا نمشي بقى واحدة واحدة الله يكون فؤون المزيع بصراحة بيقوله طيب إحنا كنا يعني ناويين نتكلم عن موضوع الصلب بعد حضرتك كلمت عن موضوع اللهوت تحب نرجع لموضوع الصلب ولا ولا أي فقال له آه لا دعا أنا عندي حاجات كتير عن الصلب احنا لو افترضنا لو افترضنا أن المسيح صلب هو ليه أساسا صلب احنا دلازم نش بكلم عن ليه صلب احنا بنتكلم عن حقيقة تاريخية صلب أو لم يصلب كويس الحقيقة التاريخية مهمة جدا نقاشك للماذا صلب دا موضوع آخر إنما الحقيقة كتاريخية لازم نأكد على أن صلب المسيح حقيقة تاريخية زي ما قيامة المسيح حقيقة تاريخية نحن لا نؤمن بأوهام ولا نمح عقولنا لكن نؤمن بيسوع التاريخي الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا الذي وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليل الذي قام منتصرا من بين الأموات في اليوم الثالث فهو ما عندوش إجابة ما عندوش أي دليل على أن المسيح لم يصلب فهو هيألف هيروح فين يقولك هو طب لو فرضنا أنه صلب هو صلب ليه هو صلب ليه طيب نسمع 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 أوكي طيب برك الله فيك أستاذ ظاهر أنا يعني هو نحن كنا ناويين نتكلموا عن الصلب وكذا تكلمت عن أجزاء في الصلب حضرتك وكذا بعدين تكلمت في أجزاء عن ألوهية المسيحة أيوة تحب تكمل في أجزاء في ألوهية المسيح المزعومة أم تريد نتكلم في أمور في الصلب ما هو لو إحنا جدنا تكلمنا دلوقتي فيها في موضوع الحلقة أنا بتعجبني القعدة دي كده لو افترضنا جدلا أن هذا الصلب بحسب اعتقده منه تم أيوة تقدر حضرتك تقول لي ليه تم ما احنا نمشي بقى واحدة واحدة طيب أنت مش عارف ليه المسيح مات أنت مش عارف ليه المسيح مات مع عشان كده انت سيبت المسيحية وروحة الإسلام لأنك ما تعرفش أو مش قابل أن يكون المسيح فدية من أجل كثيرين ورافض أن المسيح مات لكي ما يحمل عنا أثامنا لكن ده موضوع آخر غير المفروض أن أنت بتتكلم فيه أنت مفروض تقدم الدليل على أن المسيح لم يصلب ده عنوان الحلقة نصراني سابق يقدم الدليل على أن المسيح لم يصلب يريدك يا بوزيت مغزيت طيب نيجي بقى هم الرباعي بقى الجميل دوان المغيبون الأربعة مغيبون أربعة نسمع هو بيقول لك أيوة لأنه هكذا قد أحب الله العالم حلو حتى بدل وبذل باللغة العربية يعني ضحة حتى بذل زي اللي يفسر المية بالواتر يعني بذل يعني ضحة معروفة بذل يعني ضحة أو أعطى الإنجليش بترجمها he gave طيب ماشي هو بقى بيفسر لك هو عارف اللغة العربية بذل يعني ضحة ماشي كمل هو بيقول لك لأنه هكذا قد أحب الله العالم حتى بدل وبذل باللغة العربية يعني ضحة حتى بدل ابنه الوحيد أيوة طيب طب جاوبنا بقى ها يعني مالك الملك عنده ابن واحد بس ليه مش فاهم يعني الحكاة دي مجنناني يعني أي رابع فينا مقتدر بيخلف له طلت أربع عيات طيب ليه الإذن الوحيد ليه ليه يعني أنا أزعف ليه ما تعودتش مني إن أنا أبقى بعد حق كتير كويس يعني دايما معظم حلقاتي إلى حد ما يبتو بقى جادة لكن بصراحة أنا مش قادر أتمالك نفسي يعني أنا بسمع كوميديا يعني من الدرجة الأولى كويس للدرجة أنه يعني أعتقد كلهم قاعدين مبهورين من اللي هو بيقوله أو مصدومين من اللي هو بيقوله هو عليه عنده ابن واحد أنت مش فاهم أساساً يعني إيه ابن مش فاهم أنت عقلك زي البقيين أنه مدام ابن يبقى بالتناسل أنت مش فاهم يعني إيه ابن الله ومش فاهم أنه أنه ابن الوحيد يعني إيه الابن الوحيد ومش فاهم أنه زي الله يكون عنده كلمة مش فاهم يعني أنت أنت انفكر أنه هناك سلاسة أليهة زي زي البقيين وتفكر أنه أنه مدام ابن يبقى لازم يبقى عنده ابن واثنين وثلاثة كل تفكيرك تفكير ملوث ما لهوش أي أساس من الصح وبعدين عامل نفسك علامة يعني بيفكر الراجل بيسأل سؤال عميق ما أعمق الأسئلة اللي بيتراحها أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في الحفرة وللأسف الشيطان أعمى أزهنهم اللي كي لا يبصره هل الله يستطيع أن يغير؟ نعم يستطيع أن يغير وغير بولس وغير غيره لكن إذا استمر الإنسان في عماه بيكون له مصير الهلاك الأبدي نصلي لأجلهم هو أنا مشكلتي مش مع الشخص أنا مشكلتي مع إنه جايبينه كعلامة مشكلتي إنه مع الموضوع اللي بيناقش طيب نسمع نكمل لنا بقى اللي بيقوله مش يبقى واحدة واحدة أيوة أه لما ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم أه اللي ربنا كان يعلم أنه كان هيعصى أمره وحياكل من الشجرة أه ولا آدم فجأه أيوة أه أه الله سبحانه وتعالى يعلم طيب طيب ربنا أيضا يعلم أن هذه الشجرة ستتسبب في كل هذه المشكلة أيوة طيب ما كان ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يقتلع هذه الشجرة من قبل ما يخلق آدم طيب ما تقترح على ربنا وتنتهي المشكلة دي على خير أيوة بدل كل البهدالة اللي حصلت دي مش كده برضو أيوة كده برضو صح صح وكان ربنا سبحانه وتعالى أيضا قادر أنه يسيب الشجرة في مكانها أيوة ويخلق آدم بس يمنعه من الاقتراب لهذه الشجرة كل ده كلامنا يحط سلط الكهربة والله قادر على كل شيء طيب يقوم ربنا سبحانه وتعالى يسيب الشجرة ويخلق آدم أيوة ويسيب آدم يروح يأكل من الشجرة علشان تبقى خطيئة عزمة وتستوجب الدينونة وربنا هنا يضطر أنه يضحي بابنه الوحيد عشان خاطر يفدي البشرية من خطيئة آدم اللي ربنا كان يعلم من قبل ما يخلق آدم إنه هيعملها يا فلسوف أنا بصراحة يعني أنت مفروض يعني تاخد لقب فلسوف مصر فلسوف صدقوني أفكار الكبيرة اللي بيقولها دي من عندك تراح تروح تقترح دوان على ربنا اقترح عليه أو أنت يعني تصير له حكيما كويس ومشيرة أو كان ربنا أحسن يكهرب الشجرة لو كانت كهربها ما هو ربنا لو كانت كهرب الشجرة وآدم راح كل من الشجرة المتكهربة كان آدم مات كويس يمكن لنا ولا أنت كن نكون موجودين لأنه مفروض دي كهرب الشجرة يعني هو زي ما أقول لحضراتكم ياريتك كنت صامت لأنه كل ما بتكلم بتثبت للأسف ضحالة ما عندك من معلومات وضحالة الفكر لا تعلم أن سلطان الله وعلمه السابق عمر ما بيلغي مسؤولية الإنسان عمر ما بيلغي مسؤولية الإنسان والإنسان المفكر الحر هو اللي خاد قرار حر بأن يعصي ربنا ده موضوع بعيد غالبا عن تفكيرك لكن بحر المعرفة قال لنا أنه لا لا ربنا غلطان ربنا غلطان ربنا غلطان كانش المفروض يعمل كده ماشي نيجي إلى فيديو آخر مرحب الله بص هو بداية أيوة العلامة التانية بقى ده ده حكاية ده الوحده حكاية ده المفروض الواحد يعمل له حلقة لوحده ليه هو شكله جابوه كده من صحوه من النوم وقال له تعالى إيه تعالى تكلم فبيفتي كلهم بيفتوا زي ما هم بيفتوا كم من نسمع الفاتر بص هو بداية أيوة يعني ما عليك إنك تقرأ الكتاب المقدس أنا عندي سؤال بسيط جدا طب سويني 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 هو أنت لما تقرأ الكتاب المقدس هل المسيح عليه السلام سويني هو أنت لما تقرأ الكتاب المقدس وتقرأ الأنجيل اللي أنت هتتكلم معنا تعرف أن المسيح صلب ولا ما تصلب شي أنجيل الأربعة متفقين لأن أنجيل الأربعة متفقة على أن المسيح قد صلب ومات لكن هو خليه نكمل الفلسفة بتاعته يسوع لما تقرأ الكتاب المقدس من بداية الإنجيل ليه كان دائما يتفى من اليهود أنت أصلا جاء عشان تموت أيوة أنت بتعمل كده ليه هو المفروض وجاء عشان يموت جاء عشان يتصلب جاء عشان يخلص ليه بتهرب أيوة أولا يا فيلسوف زمانك المسيح عمره ما هرب من الصليب المسيح كان بيبعد عن اليهود لما يكونوا حابين ينصبوا ملك في المرات اللي فيها اللي انبهروا بأعماله أرادوا تنصيبه ملكا وعش كده كان بيتركهم لأنه مش جاء عشان يملك هو جاء عشان يفدي هيملك فيما بعد لكن هيفدي الآن أن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك دي رسالته فالمسيح لما كان بيترك اليهود وبيختفي منهم لما كل مرة كانوا بيحاولوا أنه ينصبوا ملك بعد لما يكونوا أكلوا وشابعوا من معجزاته مش لما بيقولوا له تعالى نصلبك كان بيهرب ده بالعكس ده الكتاب بيقول لنا أنه ثبت وجهه منطلق النحو أرشاليم يعني هو عارف أنه في هذه الزيارة هو يصلب ويتكلم عن صلبه وموته وقيامته قبل صلبه وموته وقيامته وقالي أنه ينبغي 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 لكن غالبا أنت بتقرف حتى تاني كامل يا أبو العريف بدأ الدعوة بتاعتك أيوة بدأ يسوع دعواته من إمتى عام تلاتين سنة لحد تلاتة وتلاتين سنة أيوة يعني يعني يعمل فيهم إيه يعمل فيهم إيه صح يتمشي في شوارع أرشالي أيوة صح ما هو إيه دعوتك أنت جاي عشان تموت حضرتك المفروض جاي عشان تموت ده المفروض أنت جاي لهذا السبب أيوة كان مفروض يقوم بتسعة وعشرين غزوة يغزو بيهم من البلاد المحيطة كان مفروض أنه يبقى قاطع طريق ويقوم بقاطع الطرق على القوافل كان مفروض يقوم بأتل المعتردين عليه كان مفروض أنه يقوم بحروب وبسبي وسبايا كان مفروض يعمل كده بس ما عملش نكمل في حلقة جديدة فإلى أن نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم